صفح اليوم زيارة لبعض المصالح الجهوية بالولاية شملت زيارة المندوبية الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة حيث اتفقد الوالي مجتلة المندوبية التي تضم صنافا عديدة من مختلف الأشجار من بينها المثمرة والنادرة وأشجار الزينة كما تابع صحبة الوفد المرافق له شروحا حول التحديات البيئية التي تفرضها الطبيعة المنجمية للولاية وفي هذا الإطار أكد الوالي على ضرورة احترام البيئة وعدم الإضرار بها كما شملت زيارة كذلك المفتشية الجهوية للعمل حيث تجول الوالي بمختلف أقسام هذه المفتشية وتلقى شروحا حول طبيعة المهام المنطة بها وما تقتضيه من مؤازرة وإنصاف للشغيلة ودعم حقوقها من خلال العمل بالمساطر القانونية المنظمة للشغل المنظمة للشغل ولطبيعة العلاقة بين العامل والمشغيلة وقد أدل والي شيري بختم زيارته بتصريح لقناة الموريتانية شرع فيه أداب هذه الزيارة قمنا صباح هذا اليوم بالزيارة الميدانية لمصلحتين هامتين وهنا مصلحة مندوبية البيئة ومصلحة الجهوية للشغل هذه المصلحة مصلحة الجهوية للشغل مصلحة هامة جدا لأنه تتعامل مع الشركات ومع العمال أيضا ودائما هناك مشاكل تحصل بين العمال وبين أرباب العمل بين العامل وبين أرباب العمل وأيضا هذه العمال عملهم دائما يتعلق بالأمن الاجتماعي وتخلق بالعمل وبالنظام العام وبالتالي جئنا هنا لنسجع هؤلاء الشباب المفتسين الشغل ومراقبين الشغل أنه دائما عندما تكون هناك مشكلة بين هؤلاء العمال وبين أرباب العمل أنه يحاولوا دائما أنه يعملوا السلح بينهم ويضغطوا عليهم حتى لا تكون هناك مشكلة وأيضا حثيناهم على تقريب الإدارة من المواطنين إذا كان هناك مواطن عنده مشكلة مع رب العمل أنه يحاولوا يتعاملوا معه بقدر الإمكان ويتعاملوا معه بجدية ويتعاملوا معه بطريقة مناسبة طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشغل غزواني فيما يتعلق بالتقريب الإدارة من المواطن واهتمام بمشاكل المواطنين واهتمام أيضا بهم اليوم للمواطن فيما يتعلق أيضا بالمندوبية الجهوية للبيئة لأنه نحن هنا في ولاية معدنية ولاية هناك في مقالع للحجارة وهناك شركات معدنية وهناك الحفاظ على البيئة لا بد من الحفاظ على البيئة ولا بد أيضا هذه المصلحة أو المندوبية الجهوية دائما تراقب عمل هذه الشركات أدى الولي المساعد لولاية الحظ